اهلا بحضرتكم في هديتات رياضية عدد كبير من جمهور الوسط الرياضي بينتظر لمعرفة من هو سيتولى رئيس نادي الزمالك الفترة المقبلة بعد قرار وزارة الشباب ورياضة بعزل مرتضى منصور وتعيين رئيس آخر لنادي الزمالك فمن هو الذي سيتولى المنصب؟ تفاصيل وأسرار في هذه التغطية بعد قرار وزارة الشباب ورياضة تنفيذية رقم 500 لسنة 2023 بتنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارية باعتبار منصب رئيس نادي الزمالك خالي كلفت الوزارة مدرية الشباب ورياضة بالجيزة بتنفيذه وأصدرت مدرية الشباب ورياضة بالجيزة قرارها التنفيذي رقم 233 لسنة 2022 بمضمون هذا الحكم وقامت أيضا باختار النادي الزمالك للألعاب الرياضية لتنفيذ هذا الحكم وتكليف مجلس الإدارة بتعيين قائم بأعمال رئيس مجلس الإدارة لأقرب جمعية عمومية عادية بها بند انتخاب لاستكمال مدة مجلس الإدارة في دورتي الحالية 2015-2021 بهذا أصبح مقعد رئيس نادي الزمالك خاليا بصفة رسمية بعد قرار وزارة الشباب ورياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي بعزل المستشار مرتضى منصور من رئاسة نادي الزمالك وذلك لتنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارية وانحصر المقعد لدى أعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك من أجل تعيين رئيسا لنادي من ضمن الأعضاء وفقا للقرار الصادر بتعيين قائم بأعمال رئيس مجلس الإدارة لأقرب جمعية عمومية عادية بها بند انتخاب ويضم مجلس إدارة نادي الزمالك النائب سليمان وهدان نائبا لرئيس النادي الكابتن خالد لطيف أمين الصندوق وعضوية كل منه جمال عبد الحميد وأحمد مرتضى منصور وعلاء الدين ناجي وبسنت سيد جوهر وأحمد دعبس ومحمود طاها أما الأسماء المطروحة لتولي منصب رئيس نادي الزمالك قيل إن مجلس الإدارة يفاضل بين الكابتن خالد لطيف أمين الصندوق وأحمد مرتضى منصور من أجل تولي مسؤولية رئاسة النادي حتى انتهاء دورة الحالية في 2025 ويعتبر الكابتن محمد لطيف جد خالد لطيف المعلق الأشهر في الكرة المصرية وصاحب المقولة الشهيرة الكرة إدوال وعمل والده إبراهيم لطيف مقرجا لمباريات كرة القدم والبرامج الرياضية في التلفزيون المصرية وعمل لطيف مقادما للبرامج الرياضية في قناة نايل سبورت قبل أن يتم انتخابه عضوا في اتحاد الكرة المصرية أما أحمد مرتضى منصور فهو نجل رئيس نادي الزمالك المستشار مرتضى منصور وعضو مجلس الإدارة الحالي ونائب البرلمان السابق وواحد من أهم الشخصيات التي عملت في نادي الزمالك خلال الفترات الأخيرة وتولى أحمد مرتضى منصور مسئليات عدة بنادي الزمالك أبرزها رئيسة بعثات النادي في المباريات خارج مصر وعرف بحسن إدارته وقيادته للبعثات وتمكن أحمد مرتضى من إعادة بناء فرق الكرة الطائرة بالنادي والتي شهدت تدورا خلال السنوات السابقة ونجح في إحراز لقب الدور لعامين متتاليين مشاهدي نادي كانت أهم التفاصيل حول الأسماء المطروحة لتولي منصب رئيس نادي الزمالك واشكركم على حسن المتابعة وإلى النقاء شكرا